السلام عليكم اليوم بدنا نحكي عن اضطراب شائع لدى الأطفال وعادة الأهل ما يدركوا أنه هذا اضطراب ويحتاج إلى العلاج هو فرط الحركة ونقص الانتباه نسبته قد تصل إلى 5% من الأطفال طبعا تشخيص هذا المرض عادة يتم في سن المدرسة يعني الطفل قد يكون عنده عراض سابقة وعادة ما نفترض أنه كثير من أحيان قد تزول هذه العراض لكن عند دخول الطفل للمدرسة وهناك شكاوي من حركة زائدة اندفاعية يعني الطفل بصير بالصف بيلتهى مع رفقات ويحكي يلعبوا هون هون ما كثير بيركز على الدرس كذلك الاضطراب يكون بالمدرسة عادة على تكون موجوداً في المدرسة وكذلك في المنزل يعني عادة الأم تشكي أنه الطفل اندفاعي فوضوي ينسى أغراضه أحياناً بالمدرسة شنطايته وإقلامه عادة الأهل بيعانوا معاناة كبيرة بأنه الطفل بتدريسه يعني الشغلة التي يحتاج من طفل آخر ربع ساعة يجوز مع الطفل اللي عنده فرط حركة ونقص انتباه قد تحتاج إلى ساعة لأنه كل شيء بشدة انتباهه هو يشعر بيعني عنده عجز بالانتباه أي شيء يحتاج لتركيز كبير هو يمل منه بسرعة شديدة وبالتالي الطفل يصير بده يروح يلعب بالأغراض أو يتحجج بأي شيء ذا أنه بده يروح شرب ماي أو أي قصة أخرى فإذا الأهل شافوا أنه أحد أطفالهم أنه عنده هاي الاندفاعية الحركة الزايدة عنده نقص يعني بالتركيز هناك صعوبة بتدريسه رغم أنه قد يكون الطفل دائما نتائج يعني قد يكون ذكي لكن نتائجه أقل من إمكانياته دائما الأهل يعبره وكل يا دكتور وذكي بس ما بيحب يركز يفترضوا أنه هذا خيار من الطفل هو عادة الطفل ما يعرف شو عم يصير معه وبالتالي الطفل يتعرض للأسف للتعنيف من الأهل ومن المدرسين دون إدراك أنه هذا الطفل لديه مشكلة وبحاجة لمساعدة عادة ما يستجيب الطفل بشكل ممتاز هناك أدوية خاصة لهذا الإطراب تحديدا هي أعطاها قد يكون كافي لأعطاء هذا الطفل فرصة لأنه يتعلم بشكل جيد لأنه هذا الإطراب هو عادة قد يكون مستمر حتى البلوغ فإن لم يعالج ستكون له نتائج سلبية كثيرة على مستقبل الطفل على دراسته وهناك بعض نتيجة هذا الشعور بالإحباط عدم إدراكه شو عم يصير معه عدم إدراك الأهل للمدرسين للمشكلة ممكن تتطور لإطراب بالسلوك وحدوانية وقد قسم منهم بالمستقبل يصير عندهم إطراب سلوك شديد لأنه خلال تقدم العملية التعليمية هو مو قادر يتكيف معها فيؤدي الإحباط شديد قد يترتب عليه مشاكل كبيرة عند الطفل فبالتالي أنصح بالتوجه مباشرة وكلما كان لجول الطبيب أبكر كلما كانت نتائج أفضل